الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحذر حكام الدوري الفرنسي من إيقاف المباراة من أجل إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين خطوة مش بجديدة ولا بغريبة عن الاتحاد الفرنسي يلي شفناه بالفترة الماضية أيضاً شفناه مدربه دي 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 شامب يطلب من اللاعبين المسلمين المتواجدين في المنتخب الفرنسي تأجيل صيامهم خمسة أيام الآن قرار جديد من الاتحاد الفرنسي يا سادة قبل استئناف مباريات الدوري الفرنسي بإيميل رسمي يرسلون لجميع الحكام تبع الدوري الفرنسي أنه ممنوع إيقاف المباراة من أجل أن يقوم لاعب مسلم بالإفطار ببعض تمرات أو بشربة ماء من أجل أن يكسر صيامه يا سادة وأي حكم يقوم بإيقاف المباراة من أجل أن يقوم لاعب مسلم بالإفطار سيتم معاقبة هذا الحكم وأيضاً الحفاظ على عدم التميز والدفاع عن قيم فرنسا لكم أن تتخيلوا عذر أقبح من ذنب فعلاً لا يقارن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يلي يمتلكون أقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي الممتاز يلي طرحوا فكرة إيقاف المباراة من أجل أن يقوم لاعب مسلم بالإفطار والآن الاتحاد الفرنسي يرفض هذه الفكرة مع أنه ما أحد طلب منهم ولم يتم استئناف الدوري الفرنسي بعد ولكن استعجلوا الجماعة وخايفين على أنفسهم من إفطار لاعب مسلم إلى حضاد معدودة يا سدى خلال المباراة